الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة ربما سيكون هناك نوع من التداخل ما بين العقل والعاطفة الذاتي والموضوعي نحن كأبناء لقطاع غزة طبعا أنا أحد اللاجئين الفلسطينيين الذين اضطرت عائلاتهم اضطر أبي وجدتي ووالدتي وعائلتي للهجرة والجوء من الداخل الفلسطيني المحتل من عسقلان وصفاد وطبارية نحن جذورنا العائلية تمتد من عسقلان حتى شمال فلسطين محتلة جدي استشهد عام 1936 قبل الهجرة وفي ثورة 36 والدتي ولدت عام 1933 واضطرت مع والدي وأسرتها وعائلتها للهجرة عام 1948 والدتي عمرها تسعين عاما استشهدت يوم 2 ديسمبر الماضي بعد أن تمت إصابتها للمرة الرابعة أصيبت والدتي التسعينية أربع مرات في العدوان واستشهدت طبعا لي الكثير من أبناء العام وأبناء العامة والخالة والخالات